اهلا بكل متابعين قناة ملخص فيلم من كل مكان فيلمنا النهاردة فيلم الرومانسية الجامدة وبيبدأ فيلمنا مع بنت زي الامر واسمها ميجان وبتكون نايمة جنب الك وبتفوق من نومها وبتقوم وهي بتتسحب عشان الك ما يحسش بيها وبتقوم وتلبس هدوم عشان تمشي قبل ما الك يصح من نومه لكن قبل ما بتمشي بتكتب له ملاحظة على ورقة وبتعلق هاله وكاتباله فيها انها بتشكره على ليلة الجامدة اللي قضوها مع بعض وانها اعجبت جدا مشاقته وبتروح لباب الشاق عشان تمشي ولما بتجي تخرج من الباب بيشتغل جهاز الانذار فبتقفل الباب بسرعة وبتاخد ورقة الملاحظة بتاعتها اللي كانت بهاله ورمتها جوه سالة الزبالة وبترجع تاني جنبه على السرير قبل ما قالك يصح من نومه وبنرجع فيلاش باك باليوم اللي قبله وبنشوف ميجان وهي بتسجل بياناتها في موقع موعدة عشان تقدر انها تتعرف على شاب واسيم بعد من فصلت عن خطبها وبتكتب مواصفات الشاب اللي عايزت وعده وبتقول انها عايزت قابل شخص مش ممل وبتكتب مواصفاتها وبتقول ان فيها شابه من الفضائيين شوية وانها بقت عزبة ومعندهاش وظيفة محددة وانها محتاجة تعمل علاقة عابرة لمرة واحدة بس من غير اي التزامات تانية وطبع لعشان تنسى خطبها واسناء ما هي بتسجل في الموقع بتسمع في نشرة الاخبار ان فيها عصيفة جلدية قوية جاي على مدينتها لكنها مش بتهتم وبتجيلها صديقتها المقربة واللي اسمها فايزة اللي عايزة وبنكتشف انها عايشة معها في نفس الشقة وفايزة اللي عايزة بتحاول انها تخرج ميجان من اكتئابها وفايزة بتقول لها انها نزلة مع حبيبها وبتعرض عليها انها تروح معها للبار عشان يسهروا مع بعض لكن امن البار بيطلب من ميجان ان يشوف هويتها عشان يتأكد ان سنها اكبر من 18 سنة عشان شكلها اصغل من سنها بكتير وبتفضل ميجان تدور على هوايتها في الشنطة وفجأة بيوصل كريس اللي كان خطبها وهو مع حبيبته الجديدة وميجان بتتدايق اكتر وبتكرر انها ما تكملش صهرتها وبترجع للبيت وبتقعد لوحدها وبتكون حزينة جدا وبتشرب وبتشوف على اللاب بتاعها لو في حد بعت لها على الموقع وبتلاقي اربع شباب بعتين لها عشان يتكلموا معاها وبتبدأ انها تختار منهم مين اللي هتتكلم معاه لحد ما بتختار واحد مسامل بروفايل بتاعه مستر نوفمبر وميجان بتنجذب للإسم الغريب بتاعه وبتكرر انها ترد عليه وبتعرفه على بعض وبيفضل يتكلمه مع بعض وميجان بترتاح له شوية من كلامه وبتعرض عليه ان هم يخرجوا مع بعض او انها تروح له مكان ما هو موجود دلوقتي وبيوافعها على طول لكنها بتكون قلقانة منه شوية وبتطلب منه الاول انها تشوف شقةه عشان تتأكد انه مش مريد نفسي وممكن يقتلها زي ما بتشوف في الاخبار اليومون دول فبيوافع انه يفتح لها الكاميرا بتاعته وبيفرجها على شقةه وميجان بتتطمله وبتوافع انها تروح له شقةه دلوقتي وبتتحرك ميجان على شقةه وبتحصل علاقة واحدة بينهم وده بيكون حسب اتفاقهم وان من ضمن اتفاقهم انهم مش هيتقابلوا مرة تانية وبنرجح تاني للمشهد اول الفيلم لما ميجان صحت من النوم وتسحبت ولبست وكانت بتحاول انها تخرج من شقةه لكن بمجرد ما بتفتح باب الشقة بيضرب جهاز الانذار وبتجري عشان تنام جنبه تاني وبنشوف ايلك صح من النوم عشان يشوف سبب تشغيل جهاز الانذار وبيبدأوا يتكلموا مع بعض وهي كانت مبسوطة وبتقوله انها اول مرة تعمل علاقة عابرة لمرة واحدة وانها اضطرت انها تعمل كده لان صديقتها المقربة اللي عايشة معاها كانت مع حبيبة في شقةها وما كانتش قاعدة مرتاحة معاها وإيلك بيستهزق وبيفضل يضحك من كلامها علشان بيكون مش مصدقها وبيقول لها انه صعب يصدق انها ما عملتش علاقة عابرة قبل كده لانها طلبت منه بسهولة انهم يتقابلوا او تيجي شقةه وان اسمه ألك مش ألكس وميجان بتداق جدا من كلامه وبتتخانق معاه وتقوله انها كانت المفروض ما تجيش هنا وبتفتح باب الشقة وبتخرج ولما بتوصل لبوابة العمارة عشان تمشي لكنها مش بتقدر تفتح بوابة العمارة وده بسبب العاصفة السلجية القوية جدا اللي حصلت في مدينتها بالليل وللأسف بتكون تلقي كتير جدا قدام العمارة وقافلت باب العمارة من برا ومفيش حل قدامها انها تخرج وبتداق جدا ميجان وبتكون حزينة جدا ومحترة ومش عارفة تتصرف ازاي وبعدها بتلاقي إليك نزل على السلم وماسك هدومه ورايح بها للمخسلة وبيكتشف المشكلة اللي ميجان فيها وبيحاول إليك يفتح باب العمارة لكنه التالي مش بيقدر وبيطلب من ميجان انها ترجع معا لشاقته وبتكون متضايقة وهي أعدى معا وبيتفرجوا على الأخبار مع بعض وبيعرفوا ان العاصفة مش هتنتهي قريب وللأسف العاصفة المرة دي جاية بطريقة قوية جدا ومقافة كل الحرقة في المدينة وعلى كل الناس انهم يلتزموا بالتواجد في شؤاءهم وما يحاولوش ان هم يخرجوا وكمان ما فيش اي وسيلة ناقل شغالة وميجان بتتصب بصداقتها فايزة اللي عايزة عشان تحاول انها تساعدها في الموضوع ده لكن فايزة بتبقى ممسطة بالعاصفة لان حبيبها هو كمان محبوس معا في نفس الشاقة وبتقول لميجان انها يفضل انها تفضل مكانها وما ترجعش الشاقة دلوقتي لانها لو خرجت هيكون في خطر عليها وبتكرر ميجان انها تستسلم للأمر الواقع وانها تقعد في شاقة إيلك لحد ما العاصفة تنتهي وتقدر ترجع شاقتها تاني وهم بياكلوا بيقترح إيلك على ميجان انهم لازم يحاولوا انهم يقللوا الخلاف اللي بينهم وانهم ما يتكلموش مع بعض في العلاقة اللي حصلت بينهم ويكرروا انهم ما يتعاملوا مع بعض على انهم اتنين لسه متقابلين جديد فبتوافق ميجان على اقتراحه وميجان بتقوله انها عايزة تروح لحمام وهي في الحمام بتلاقي مجلات كتيرة جنبها وبتفتح مجلة منهم وبتقرأ ان فيه خمس انواع للبنات اللي بيتم التعرف عليهم من خلال مواقع التعرف وبيكون تاني نوع من انواع البنات هي البيت المضطرة وهي البنت اللي بتكون منهارة بسبب انها فشلت في علاقتها الاولى زيها كده فبتتضايق ميجان وبتقطع الصفحة دي من المجلة وبترميها في الحمام وبتخرج تقعد على الكمبيوتر بتاع إيلك شوية عشان تسلي نفسها شوية وتضيع على الوقت وفجأة بتلاقي ان فيه مية طالعة من الحمام عشان الحمام تسد بسبب ورقة المجلة اللي رميتها في الحمام فبتدخل ميجان بسرعة عشان تحاول تصلح اللي بوزته قبل ما إيلك يكتشف ان ورقة المجلة هي السبب وبتدخل وبتحاول تصلح الحمام لكنها بتفشل وبعد محاولات كتير منها بتكرر انها تسيبوا بغيز وبتقفل محبس المية وبتقول له انه يبقى يصلحوا بعدين وبتخرج من الحمام وبتكمل على الاب وإيلك بيقول لها انها عنده حلل كل المشاكل اللي هم فيها وبيعرض عليها ان هم يشربوا الحشيش مع بعض لكنها بتعترض في البداية وبتقول له انها مش هتشرب معاه وإيلك بيصمم ومش بيفرم معاه كلامها وبيفضل يشرب قدامها لكن ميجان في النهاية بتضعف وبتكرر انها تشرب معاه عشان يضيعوا الوقت لانهم مش طيقين بعض اصلا وبيبدأ انهم يستلطفوا بعض من جديد وبتتكلم ميجان عن نفسها وبتقول لإيلك انها ما عندهاش وظيفة في الوقت الحالي لانها لسه متخرجة من مرحلة الطب التمهيدي اللي بتكرهها جدا وانها ما حاولتش انها تكمل دراستها وانها فشلت في انها تشتغل اي حاجة تانية ولكن في النهاية استسلمت الامر الواقع وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وبيرقصوا وكانوا منسجمين جدا مع بعض لحد ما بييجي بالليل وميجان بتكون محتاجة انها تستخدم الحمام فبتضطر انها تقول لإيلك على الحقيقة وبتكون مكسفة جدا وإيلك بيبص عليها وبيضحك عليها بسبب موقفها ده وبيقوموا هما الاتنين وبيروح لجيرانه عشان يستلف منهم سلكت الحمام بتاعتهم لكن مفيش حد بيرد عليهم وبيشوفوا ان الصندوق البريد بتاعه مليان جوابات وإيلك بيعرف ان هما مسافرين من فترة فبيحاول إيلك انه يتصرف ويصلح الحمام عن طريق انه يستخدم الشمعات الهدوم عشان يسلك بيع الحمام وبيحاول إيلك اكتر من مرة لكنه بيفشل وبيقرروا هما الاتنين انهما يفتحوا شقة جيران إيلك عن طريق سلم المطافي وبيلبسوا كل اللبس الموجود في خزنة إيلك بسبب العاصفة التلجاه الموجودة ولما بيوصلوا لشباك الجيران بيلقوا مقفول وميجان بتكسر الزجاج بزهرية الزرع اللي قدامها وبتدخل بسرعة الحمام وإيلك بيضايق من تصرفها لانه كده يكون مقبر انه يدفع 8 زجاج شباك جيرانه وكرر إيلك انه لازم يسد الشباك عشان العاصفة ما تبوص شقة جيرانه وبياخده السدادة وبيرجعه تاني لشقةه عشان يسلك الحمام بتاعه وفي النهاية بينجح إيلك انه يخرج ورقة المجلة وبيكون لابس جوانتي وبيفتح الورقة وبيقرأ اللي فيها وميجان بتتدايق وبتكون متوترك جدا لانها بيكون شكلها وحش جدا قدامه وإيلك بيحاول يهديها وبيقول لها انه مجرد كلام في مجلة والكلام ده مش صحيح وانه أكيد اللي كتبه شخص مجروح ومكتئب وملوش أي صلة اجتماعية بحد لكنها بتفضل متضايقة متوترة ومكسفة جدا منه بسبب انها بانت قدامه انها شخصية البيت المضطرة بسبب فشالها في علاقتها الأولى وإيلك بيارض عليها فكرة وهي ان هم يتكلموا مع بعض بكل صراحة عشان يتعاملوا مع بعض ويعرف أخطائهم وما يعملهاش مرة تانية وعشان تنجح علاقتهم الفترة الجاية وانهم كده كده مش هيتقابلوا تاني مع بعض وبهم مجرد ما العاصفة تخلص كل شيء هينتهي بينهم وميجن بتوفق على الفكرة وبتتحمس جدا وبيفضلوا يتكلموا مع بعض على العيوب اللي شافها ببعض وهم بيتكلموا فاجأ بيتقربوا لبعض وبتحصل علاقة تاني بينهم ولما بيخلصوا بيقوموا وبيفضلوا يدوروا على أكل لكن للأسف مش بيلووا أكل في البيت وبيكون فاضي لأن إلك مش بيكون عامل حسابه إن فيه حد هيبات مع ليلتين ومش عامل حساب العاصفة اللي وقفت الدنيا في مدينته وبيضطر إلك إنه يسرق أكل من بيت جرانو لأن كده كده فتح بابهم وبيق بيجيب من أكلهم وبياكلوا مع بعض وميجن أخيرا بتكرر إنها تحكي الإلك عن تجربتها مع خطبها كريس وبتقوله إنها حبت كريس من أيام السنوية وتخطبوا بعدها وكان كله تمحها إنها تبقى زوجة وأم ناكحة زي ما ميتها لكن للأسف كريس خانها لأنها ما بقاش بيحبها وإنها رغم خيانته ليها طلبت منه إن علاقتنا تستمر مع بعض لكن كريس رفض إنه يستمر معها وطلب الانفصال لأنه كان عايز يبقى مع واحدة عندها تموح أكتر منها وإلك مش بيقتنع بموقف كريس وبيقول لي ميجن إن خطبها بيدور على واحدة معينة عشان كده سبها وهيفضل يدور ومش هيلاقي الشخصية اللي بيدور عليها وإنه ما يعرفش قدي إنك شخصية جميلة ومميزة ونادرة وبيقوم عشان يجهز حاجة يشربها مع بعض وبتقوم ميجن عشان تجيب قميس من ديلاب إلك عشان تلبسه ولما بتفتح الدورك بتلاقي صور لي مع واحدة ومكتوب على الصورة اسمها ديزي وبتسأل على البنت اللي في الصورة هل دي بيحبها وللصة مرتبط بيها ولا لأ وإلك بيسكت مش بيرضى يرد عليها وميجن بتعرف إنهم لسه مرتبطين وبيقول لها إنها مسافرة وللأسف ديزي هي اللي بتخونه وبيطلع لها جواب من ديزي كانت كاتبهوله وكانت كاتباله فيه إنها ناوية تسيبه وتهجره وبعدها جالها صفر مفاجئ واضطرت للصفر قبل ما تسلمني جواب نفسها ووقتها قررت إن أعمل حساب على موقت عشان يكون معي حاجة أعرف أكفاجئها بيها قبل ما تقولي إنها هتنفصل عني وبترفض ميجن إنها تسمعه وهو بيبرر خيانته لحبابته وبتشوف إن العاصفة هدية والجو مناسب إنها تخرج وإلك بيمنحها إنها تخرج لكنها بتصمم إنها تمشي وبتسيبه وبتمشي ولما بترجع لبيتها بتمسح حسابها من على موقع الموعدة عشان إلك ميقدرش يوصلها بأي طريقة تانية وبنرجع لإلك وبيصحى من النوم وبيتفاجئ بوجود ديزي رجعت من الصفر وبتقوله إنها لقيت الورقة دي في السلة ولازم يتكلمهم مع بعض وإلك كان معتقد إن ديزي بتتكلم عن الجواب بتاعها اللي كانت كاتبههوله وبيقول لها إن الورقة معاه في الدور وإنه قراها وبيديها الجواب اللي هي كانت كتبته وهي بتدي له الملاحظة اللي ميجن كانت كاتبههله وهو بيتفاجئ بالورقة وبيتكلمه هما الاتنين مع بعض وبينتهي كلامهم بانفصلهم عن بعض إن ده الأفضل يم هما الاتنين وبعدها بيكون إلك قاعد لوحده وبيفضل يبحث عن معلومات عن ميجن لكن للأسف بيفشل إنه يوصل لأي معلومة عنها وبيكرر إنه تصب إقدارة الموقع ويعرف أي معلومات عنها ولكنهم بيرفض إنه هما يقولوا له أي معلومات عنها إلا لو كان من الشرطة وإلك بيتجيله فكرة من خلالها يقدر يوصل لميجن وبعدها بنشوف ميجن في حفلة فايزا اللي عايزة اللي جهازتها في شقةهم وفجأة بيدخل البوليس عليهم في الشقة وبيقبض على ميجن بسبب اقتحام شقة جران إلك وبتروح ميجن معهم للإسم وبتحاول إنها تشرح لهم الموقف وبتبدأ تدفع عن نفسها وإنها مش هي اللي عملت كده وإن إلك هو السبب في إنها تقتحام بيتجرانه وإنها ما كانش أصدها إنها تقصر زجاجة شباك لكن للأسف محدش كان يصدقها والشرطة بتدخلها في الحجز وبعدها بيجي لها إلك عشان يدفع الكفالة ويخرجها من إسم الشرطة لكن ميجن بترفض إنه يدفع لها أي حاجة ويدفع لها الكفالة وفجأة بيجو أصحابها وبيدفع لها الكفالة وتخرج وإلك كان منتظرها عشان يقابلها وهي خرجة من الإسم وبيحاول يعتذر لها وبيقول لها إنه بيحبها وإنه عمل كل ده عشان فشل يعرف معلومات عنها وكمان يعرف يوصل لها وبيعرف يقابلها مرة تانية وإنه اتفق مع جيران ويساعدون وبيقول لها إنه عرفها من الليلتين بس وده مش كافي بالنسبة لي وإنه محتاج وقت أكتر عشان يعرفها وبيترجاها إنها تسمحل بالوقت ده وأكيد هتحبه زي ما هو حبها وإنه أكيد هيجي يوم وهيتحقه على العمله مع بعض وللأسف ميكان بتصده وبتقوله إنها ما عندهش استعداد تكرر أي كرار دلوقتي لأنه مش هيكون تكرر في صلاحها فبتقوله إنها ممكن تاخد رقم تليفونه ولما يجي اليوم اللي هتضحك على اللي حصل بينهم هتكلمه وبيوافق إليك لأنه ما عندهش أي حل تاني وبيديها رقمه وبيديها ورد وبلونة وبيسيبها غصب عنه وبيمشي وميكان بتفضل قعدة في اسم الشرطة وبتفضل مسك الورد والبلونة وبتلاقي البلونة مكتوب عليها أنا آسف وغبي وميكان لما بتشوف اللي مكتوب على البلونة بتضحك وبتكرر إنها تكلمه وبتقوله إنه بعد كده لازم يحسن الخطاب بتاعه لما يجي صلاحها وبتلاقيه جاي عليها بسرعة من بعيد وبيحضنها وهي بتعترف له بحبها ليه هي كمان وبيتحركوا هما الاتنين على شاءته وبكده بيكون خلص في الميلة النهاردة ولو عجبك ما تنساش اللايك وأهم حاجة اشتركوا بالقناة وتفعيل الجرس عشان لسه عندنا ملخصات نارية كتير جدا ونشوفهم في فيديو قادم سلام